خلينا نتكلم مع بعض أهمية تمويل الدولة المصرية للمشروعات اللي تم تنفذها واللي جاري بالفعل كمان تنفذها إلى الآن في البداية خلينا أقول أنه يمكن اللي حصل في جمهورية النصر العربية تحديداً فيما يتعلق بملف سيناء ربما في العشر سنوات لم يشهده أي عصر سابق فيما حدث فيما يتعلق بفلسفة تنمية سيناء وخلينا أقول أنه يمكن لو تبعنا ورجعنا تاريخياً من 2014 و2016 كان فيه نظرة جديدة للدولة المصرية فيما يتعلق بتنمية سيناء ويمكن نرجع في الأول نقول أن كانت مشكلتنا دائماً مع سيناء هي عملية الوصول لسيناء كيفية الوصول لسيناء لن تستطيع أن تحدث تنمية في أرض ما دون أن يكون لديك قدرة على الوصول السهل إلى سيناء إحنا قبعنا يمكن 30 سنة تحت نفق واحد النهاردة قبل ما نبدأ خطة التنمية الشاملة كان بيتعامل محاور استراتيجية لتكون سيناء يعني سرعة الوصول إليها وزمن الوصول إليها والتعامل على أرض سيناء مختلف ده بدأ تقريباً في تدشين أو البدء في حفر الأنفاق اللي تحت قناة السويس النهاردة بقى عندنا نفق اتنين للشيد أحمد حمدي زياد أربع أنفاق زياد كبرى السلام فبقى زهاب وعودة أصبح زهاب وعودة على بعد 20 كيلو متر من أي منطقة فأنت أصبحت في أي قدرة أرض في الدنيا أي مكان عايز تعمله التنمية بتقيس عنصرين بتقيس عنصر القدرة على الوصول واللوكيشن والموقع سيناء 60 كيلو متر مربع وبالتالي إحنا عارفين مدى أهمية سيناء الأهمية التاريخية الأهمية السياحية الأهمية الاستراتيجية الأهمية الاقتصادية للسيناء وبالتالي أول مرة نجد توجه دولة يأخذ المنظومة في التنمية الشملة والمستدامة لسيناء بفكرة أن يتم إعادة نقل عدد كبير وجعل سيناء منطقة جاذبة للعنصر البشري للمعيشة داخل أرض السيناء من هنا جه الشغل والتفكير في أنك إزاي كمان داخل سيناء تعمل محاور وطرق لأن الطرق والمحاور هتخليك تشتغل جوه 60 كيلو متر بشكل شمولي وبشكل ما فيهوش مشاكل وبالتالي طريق الشيخ الجديد مع 24 محاور عرضي وطولي جوه القناة مع تطوير السريط الساحري الدولي في سيناء مع فكرة أن يكون هناك محاور استراتيجي يربط الشمال بالجنوب حتى الطور أصبحت سيناء الآن لها أوردة وشرائين تستطيع من خلالها أن تنبض وتعيد لها الحياة التنوية بعد ما جهز الموضوع ده في سنتين أو ثلاث سنوات بشكل جاي جدا عايز أقول إن إجمالي للإستثمارات اللي تمت في عشر سنين في جزيل السيناء أو في سيناء 750 مليار جنيه ودول كانوا متوزعين في حاجات كتير جدا زي ما شفنا التقرير لكن أنا عايز أضيف إنه كان على سبيل المثال هناك 18 تجمع تنموي شامل في قلب سيناء بيت دورين أرض زراعية بسجد مدرسة ده علشان يستوعب عدد كبير جدا من الراغبين في العمل والإقامة والإنتاج في وسط سيناء لأن إحنا طول عمرنا قلنا بنفكر في سيناء شمال وجنوب الآن التفكير شمال وجنوب شرقا وغربا محاول استراتيجية مختلفة شرايين تنمية في كل مكان هنتكلم عليها تفصيلا لما نتحدث عن فيما يتعلق على سبيل المثال في ملف الإسكان في سيناء بنتكلم على مدينة سلام شرق برسعيد النحة التانية بنتكلم على الإسماعية الجديدة على رفح الجديدة على برد عبد الجديدة بنتكلم على استهداف لتسكين نصف مليون نسمة في الزراعة اشتغلت الدولة عن طريق المحاور المختلفة مع مشروعات التنمية الشاملة علشان تستهدف توفير من 450 ل 500 ألف فدان زراعي النهاردة تم الوصول إليهم في التعمير والتنمية في سيناء ربما هذه النظرة الفلسفية في فلسفة التنمية في الجمهورية الجديدة تحمل أرقام تطبيقية على أرض الواقع للخروج بسيناء من عزلة استمرت فيها سنوات كثيرة إلى مدينة وبدن وأيضا تجمعات سكانية تنبط بالحياة ويمكن أيضا أن يدخل ملف التعليم الحوار الآن عن جامعة سلمان والفروع في جنوب سيناء الحوار الآن عن تحويل فرع جامعة قناة السويس والعريش إلى جامعة العريش كاباتر بكل التخصصات أنت تتحدث عن منظومة فيها مدارس تم تتشين أكثر من 150 مدرسة في سيناء في 8 سنوات أو 9 سنوات بتتحدث عن أكثر من 13 مستشفى من ضمنهم مستشفى سنة كاترين مستشفى بير العبد مستشفى الطور و43 وحدة سكنية ومراكز تنظيم أسرة مركز خدمات مستثمرين في جنوب سيناء في شرم الشيخ الحوار عن فكرة تنوع وتوزيع السياحة ولا تكون السياحة نقطة واحدة في شرم الشيخ بل تتحول إلى رصد وإلى بعض المناطق الأخرى هو ده اللي بنتكلم عليه تطوير مطار العريش الدولي تطوير مطار البردويل الدولي تطوير مطار شرم الشيخ الدولي أنت تتحدث عن ثلاث مطارات دخول ميناء برسعيد وميناء العريش ضمن الخطة التنموية داخل المنطقة التصادية قناة سويس ضمن مجموعة المواني اللي بتتم تنميتها مع ميناء الطور وميناء شرم الشيخ أنت تتحدث الآن عن ربما ليست بنية تحتية فقط وإنما نظر شمولية التنموية شاملة لإقامة حياة مستدامة على أرض سيناء ربما من وجهة نظري نصر في القريب العاجل يكون المستهدف 8 إلى 9 مليون نسمة والجزء الكبير جدا من الأمن القومي في سيناء هو تنمية سيناء صحيح والجديد في هذا الأمر أن مصر قدمت للعالم نموذجا جديدا ربما ينضم إلى العديد من النمازج حدثنا وانتو كلكم عارفين ما قدمناه لمنظمة الصحة العالمية في نموذج علاج بغرسي ونموذج جدرس أيضا استبدال الإرهاب بالتنمية واستبدال الصراع والنزاع بالتنمية ويعني الحديثة الآن على مدينة بير العبد الجديدة واستهدف 16 ألف وحدة سكنية جديدة بالإضافة إلى مصنع العريش ومصنع أسمنت ومصنع الرخان في بير العبد كل دي مناطق صناعية جديدة بتتم وبتنشأ له علشان نحل الأرض الفضية أو الخالية بمشاريع التنموية تكون قادرة على أن تقلق فرص عمل وتقلل البطالة وتجعل بالفعل وبالحقيقة وبالتطبيق سيناء هي أرض مصرية 100% يعمل فيها المصريين واستفيد من خلالتها وخدمتها بعيدا عن النظرة الجيوسياسية أو التحليل الجغرافي لمحتويات الأرض السينوية وما يتعلق فيها من نباتات عشبية والطبية يمكن أن تغير خريطة صناعة الدواء في العالم إذن لدينا الكثير في سيناء سيناء من المتعارف عليه أن سيناء أرض الكنوز أرض السروات الحديث عن ما يوجد في الطريق من فوسفات ومنجنيز وبعض العناصر المعدنية والسروة المحجرية الموجودة في جنوب سيناء الحوار ربما يمتد إلى أكثر من مجرد شرعين تنمية إلى عناصر تنمية أخرى ربما تحتاج إلى التحليل الجزئي والوصول إلى نواة الجيدة جدا اشتركوا في القناة